السؤال الذي بين يدي من الأخ العزيز الفاضل أبو حيدر من إيران سأقرأ السؤال مثل ما وردني مثل ما هو مكتوب على الورقة أحد المؤمنين احتاج مبلغ من المال لإكمال بناء عقار له وأحد وأصدقائه تاجر قال أعطيك نصف كيلو ذهب تأجير يؤجره نصف كيلو ذهب وقيمة الإيجار تسعة غرامات للشهر الواحد كما هو كما هو متعارف في سوق الذهب وهو الذي يقترض وهو يحتاج هذا المقدار لمدة سنة لمدة سنة وقال صاحب الذهب بأن الشرطة إما تعطي تسعة غرام في كل شهر أو ما يعادل قيمتها من المال في ذلك اليوم سواء ارتفع سعر الذهب أو انخفض وإذا لم يكن عندك القدرة على الدفع الشهري فيكون التسديد في آخر المدة أي نصف كيلو ذهب مضافا إليها تسع أغرامات الإيجار عن كل شهر أو تدفع ذلك نقدا بسعر الذهب في آخر المدة سواء كان السعر أكثر بكثير أو أقل بكثير فما هو حكم هذه المسألة لأنه متحير في ذلك وقد سأل مكتب فلان أشار إلى اسمه لا أريد أن أقرأ الأسماء وقد سأل مكتب فلان ومكتب فلان فلم يعطوه جواب بالإضافة إلى عدد من المعممين ولكنهم تحيروا في جواب هذه المسألة المسألة معقدة مثلما قرأتها عليكم في سؤال أسائل وقد قرأت السؤال بالضبط من دون أي تغيير مثلما وردني قرأته كما هو فقط لم أذكر أسماء أصحاب المكاتب أشار إلى مرجعيتين فقال مكتب فلان ومكتب فلان الجواب الجواب يبدأ من هذه القاعدة من أي قاعدة نحن عندنا قاعدة من قواعد الأحكام من أن الأحكام تدور مدار العناوين أتحدث عن الأحكام الشرعية تدور مدار العناوين إنها عناوين الموضوعات عناوين المسائل هذه القاعدة قاعدة مستقاة من سيرتهم صلوات الله عليه مستقاة من رواياتهم وأحاديثهم أنا لست بصدد الحديث عن تفاصيل هذه القاعدة أنا أريد أن أجيب على سؤال السائل الأحكام تدور مدار العناوين حينما نتحدث عن عنوان من العناوين هذا يعني أننا نتحدث عن معنون على أرض الواقع العنوان لفظ العنوان مصطلح نستعمله كي يشير إلى معنون على أرض الواقع فلابد أن يكون العنوان منطبقا على المعنون بشكل صحيح وبنحو حقيقي على أرض الواقع لا أن نخطئ في تطبيق العناوين على المعنونات لا بد أن تكون العناوين صحيحة في استعمالها وفي انطباقها على المعنونات الموجودة على أرض الواقع حينئذ نطبق الأحكام على تلك المعنونات عبر عنوينها آتيكم بأمثلة لتقريب الفكرة ولتوضيح الصورة عندنا مادة مسكرة على سبيل المثال العصير العنب عصير العنب في بعض حالاته يكون مسكرا حاله حال الخمر وحكمه حكم الخمر من جهة نجاسته ومن جهة حرمة تناوله وشربه عندنا عصير عنبي في حالته الخمرية صار خمرا صار مادة مسكرة خمرية فهو نجس ولا يجوز شربه ولا يجوز بيعه وشراءه للمسلم على هذه الحالة لأنه خمر هو لون من ألوان الخمر نوع من أنواع الخمر عنوانه خمر عنوانه مادة مسكرة بسبب ارتفاع درجة الحرارة مثلا أو بسبب وضع معين لتلك المادة فانقلبت إلى خل تحولت المادة الخمرية المادة المسكرة إلى خل بسبب درجات الحرارة العالية أو بسبب ظرف آخر فلما تحولت إلى خل صارت مادة طاهرة ويجوز لنا أن نتناولها حتى الأواني يحكم بطهارتها الآنية التي كانت وعاء لمادة خمرية حين انقلب ذلك الخمر إلى خل يحكم بطهارة الأواني أيضا هنا تغير العنوان ولكنه تغير بسبب تغير المعنوان المعنوان تغير فعلا الخمر صار خلا في الحالة في الحالة الأولى عنوانه خمر إنه عصير عنبي خمري مسكر في الحالة الثانية صار خلا أصله أصله مادة خمرية لكنه تحول فعلا إلى خل تغير المعنوان حقيقة على أرض الواقع تغير عنوانه تغير الأحكام هذا هو المراد من هذه القاعدة من أن الأحكام تدور مدار العناوي لابد أن يتغير المعنوان تغير المعنوان يؤدي إلى تغير العنوان وهذا يؤدي إلى تغير الأحكام التي ترتبط به التغير هنا حصل ليس بسبب الإنسان مثل ما قلت لكم ربما بسبب درجة الحرارة العالية في الجو المحيط بتلك المادة الخمرية أو لأي سبب آخر وفي بعض الأحيان قد يتدخل الإنسان فيقوم بإضافة مادة إلى ذلك العصير العنبي الخمري بسبب إضافة تلك المادة إليه يحدث تفاعل كيميائي يؤدي إلى انقلابه إلى خل تغير المعنون تغير العنوان بسبب هذا التحول الكيميائي تتغير الأحكام حين إذن هذه عملية تحويل بمادة كيميائية حولنا العصيرة العنبية الخمرية إلى خل هذه عملية تحويل حولنا المعنون فتغير العنوان وتغير الحكم في بعض الأحيان نقوم بعملية اصطناع نحن نصطنع معنونا جديدا كي نرتب الأحكام على عنوانه الذي ينطبق عليه بعد أن اصطنعناه لكن لا بد أن يكون الاصطناع حقيقيا أننا نصطنع معنونا حقيقيا مثل الحال في الفرار من الصوم إنسان مسلم بالغ عاقل ليس مريضا لا يوجد مانع يمنعه من الصيام وقد هل هلال شهر رمضان وهو في بيته في وطنه يجب عليه أن يصوم ليس هناك من مانع يمنعه من الصيام هو مسلم عاقل بالغ ليس مريضا هل هلال شهر رمضان وهو في بيته ليس مسافرا يجب عليه أن يصوم شهر رمضان لحالة نفسية لوضع يخصه ما كان يريد أن يصوم يخرج من داره مسافرا في نهار اليوم القادم بعد أن هل هلال شهر رمضان يسافر يقطع المسافة الشرعية التي بسبب قطعه لها يجب عليه أن يصلي قصرا إذا أراد أن يصلي هناك ولا يجوز له الصيام عملية فرار من الصو المعنون هنا اصطنعه الإنسان اصطناعا أنا استعملت هذه العبارة استعملت عبارة اصطناع ولم أستعمل عبارة صناعة لأن الذي قام بتحويل العصير العنبي المسكر إلى خل فقد قام بعملية صناعة إنها صناعة حقيقية أما أن أخرج من داري فرارا من الصوم فهذه عملية اصطناع إنني أصطنع شيئا لأنني في الحقيقة لست مسافرا وإنما سافرت لأجل أن أفطر لكن الذي صار على أرض الواقع أصبحت مسافرا فأنا أصبحت مسافرا عنوان السفر تحقق تحقق على ما قمت به من حركة ومن انتقال من بيتي من وطني إلى هذا المكان الذي وصلت إليه مسافرا تغير المعنون بشكل حقيقي فإنني قد خرجت من وطني خرجت من بيتي وقطعت المسافة الشرعية المعنون تغير وتغير العنوان فأنا مسافرا ولست حاضرا في بيتي ولست مقيما أيضا في هذا المكان الذي قد وصلت إليه بعد أن قطعت المسافة الشرعية إذن تغير المعنون وتغير العنوان فتغير الحكم لا يجوز لي أن أصو لأنني في حال سفر لا يجوز لي أن أصو هأنني قد أفطرت ترتب الحكم على العنوان الذي تغير بسبب تغير المعنون على أرض الواقع أعتقد أن الصورة صارت واضحة المعنون تارة يتغير من عند نفسه مثل ما تغير العصير العنبي المسكر بسبب درجة الحرارة العالية وتارة بسبب صناعة من المكلف نفسه من الإنسان نفسه يضيف مادة كيميائية إلى العصير العنبي حينئذ يتحول إلى خل وأخرى يقوم الإنسان باصطناع الموضوع مثلما هي الحالة في الفرار من الصيام هذه الأمثلة تقرب فكرة مقصدي الذي أريد أن أتحدث عنه الأمثلة التي ضربتها لكم فعلان تغير المعنون العصير العنبي المسكر في الحالة الأولى بسبب الحرارة العالي تغير فعلا صار خلا وفي الحالة الثانية أيضا حينما وضع عليه إنسان مادة كيميائية تساعد على تغييره إلى خل انقلب إلى خل وفي حالة الفرار من الصوم فإن الذي كان في موطنه صار مسافرا الآن بعد أن قطع المسافة الشرعية المعنونات تغيرت فعلا فحينما تغيرت المعنونات تغيرت العناوين حينما تغيرت العناوين تغيرت الأحكام هذا هو المراد من هذه القاعدة من أن الأحكام تدور مدار العناوين تتغير الأحكام الشرعية بتغير العناوين لكن العناوين لا بد أن يكون تغيرها حقيقيا كيف يكون تغيرها حقيقيا إذا ما تغيرت المعنونات تغيرا حقيقيا فإن العناوين ستتغير أعود إلى سؤالي الأخ العزيز أبو حيدر من إيران بخصوص بخصوص مسألة تأجير الذهب إلى بقية التفاصيل التي ذكرها في سؤاله الغريب هذا في سؤاله المعقد هذا هذه العملية كلها لأجل تغيير عنوان الربا إلى إجارة كل هذا التفصيل المعقد الذي قرأته عليكم فرار من عنوان الربا إلى عنوان آخر إلى عنوان الإجارة يعني أن العملية صارت عملية إجارة تغير العنوان إذا تغير العنوان حقيقة يتغير الحكم لأن الربا حرام قطعا في عملية الإقتراض لو اقترض نصف كيلو ذهب وأعاده إلى مالكه مع إضافة من الذهب فهذا قرض ربوي القرض الربوي محرم على الطرفين على صاحب الذهب الذي أقرض الشخص الثاني وعلى المقترط الربا محرم على الطرفين لكن قطعا الحرمة الأكبر على الذي يقرض المحتاجين المقترد قد يكون مضطرا لا أريد أن أبحث تفاصيل حالات الاختيار والاضطرار فإذا كان المقرض قد أقرض شخصا مثل ما جاء في السؤال نصف كيلو ذهب واشترط عليه حينما يرجعه إليه أن يضيف عليه مقدارا من الذهب قرض ربوي محرم فهذا الرجل أراد الفرار أراد الفرار من الربا إلى الإجارة فقال للمقترد أعطيك نصف كيلو ذهب تأجير وقيمة الإيجار تسعة غرامات للشهر الواحد إلى آخر السؤال إنه غير عنوان الربا إلى إجارة فإذا تغير العنوان يتغير الحكم قطعا هذا الترتيب ليس من التاجر هذا ترتيب آخ ندي هذا ترتيب أصحاب العمائم التاجر لا يعرف أن يرتب الأمر بهذه الطريقة هذا ترتيب أصحاب العمائم وليس من الصغار هذا ترتيب أصحاب العمائم الكبيرة أمام نكلاو شيء السؤال الذي يطرح نفسه هنا العنوان تغير بحسب هذا التاجر السؤال هل أن المعنون قد تغير فعلا أقول لا في الحقيقة المعنون لم يتغير ولذا فهذه المعاملة معاملة ربوية قطعا قطعا أما إكلاوات الأخندية إكلاوات الأمامن هذه لخيمة لها لأننا نتعامل مع إمام زماننا إمام زماننا يكون راضيا إذا تغير المعنون وأدى ذلك إلى تغير العنوان وأدى ذلك إلى تغيير الحكم أما أننا نغير العنوان ونحن نضحك على أنفسنا ونضحك على الآخرين مع أن المعنون لم يتغير على أرض الواقع فإن إمام زماننا لن يرضى عن هذا أبدا أحكام الدين مردنا الأخير فيها إلى إمام زماننا إمام زماننا يرضى حينما يتغير المعنون وذلك يؤدي إلى تغير العنوان وهو يؤدي بدوره إلى تغير الحق يتغير تكليفنا حينئذ لكن يبقى العنوان على حاله وخصوصا في أمر محرم جدا ونقوم بتغيير العنوان دجلا وتزويرا ونريد أن نغير الأحكام هذا ما لا يرتضيه إمام زماننا قطعان قطعان هذه المكاتب التي راجعتها يا أبا حيدر هؤلاء هؤلاء إكلاوشية لا يريدون أن يخربوا ما قام به زملائهم وربما هم الذين نصحوا هذا التاجر وأمثاله بهذه الطرق الملتوية الشيطانية هذه معاملة ربوية قطعا الذي يحدث على أرض الواقع ربا هذا قرض ربوي من دون أي إشكالات القضية واضحة المقترض فيما بينه وبين نفسه يعرف أنه ربا والمقرض فيما بينه وبين نفسه يعرف أنه ربا وأي شخص يسمع بذلك في أجواء السوق والتجارة يعرف أنه ربا ويعرفون هؤلاء الثلاثة المقرض والمقترض وأهن السوق ويعرفون من أن الأمر صيغ بهذه الصياغة للفرار من الربا نعم لو تغير المعنون فحينئذ يتغير العنوان وحينئذ يتغير الحكم لكن المسألة التي وردت بتفاصيلها في هذه الرسالة تتحدث عن عدم تغير في العنوان هناك ذهب أعطي لشخص وسيرجعه إلى صاحبه مع إضافة من الذهب أما أن يعيد مالا بقيمة الذهب وتركت القضية مفتوحة هذا جزء من أجزاء هذه اللعبة عنوان الربا ينطبق انطباقا كاملا على هذا المعنوان بل إنني أقول للسائل هذه العملية لو تمت بشكل ربوي واضح ففيها إثم واحد لو أن مالك الذهب قال لك أقرضك الذهب وحينما تعيده إلي تعيده مع إضافة على الذهب وقبلت بذلك وأخذت القرض وهو قرض ربوي صريح فالإثم واحد أما بحسب المسألة الإثم إثمان الإثم الأول إثم الربا والإثم الثاني هو إثم الأمن من مكر الله هذا مكر مع الله الذي يمكر مع الله يعني أنه فيما بينه وبين نفسه آمن من مكر الله الويل للإنسان الويل للإنسان إذا آمن من مكر الله الأمن من مكر الله أكبر من الربا هذه العملية فيها إثمان فيها إثم الربا وفيها إثم الأمن من مكر الله هذه عملية مكر مع أحكام الحجة ابن الحسن هكذا يخطط أصحاب العمائم ألا لعنة على عمائمهم ألا لعنة على عقولهم القذرة التي تنتج هذه الأحكام والفتاوى الشيطانية فهذا الأمر فيه إثمان إثم الربا وإثم الأمن من مكر الله لأن الذي يمكر مع الله هذا يعني أنه يستفزع بالله أنه في حالة أمن من مكر الله نذهب إلى فاصل عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل فقلت له ولم جعلت في ذاك قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم قلت فما وجه الحكمة في غيبته فقال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما يبنى الفضل إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة وإن كان وجهها غير منكشف لنا أقرأ عليكم من الجزء الثاني عشر من وسائل الشيعة للحر العاملي رحمة الله عليه وهذه طبعة المكتبة الإسلامية من أشهر طبعات كتاب الوسائل طيران إيران في الجزء الثاني عشر صفحة أربعمية واثنين وعشرين الباب الثامن الحديث الثاني صفحة أربعمية وثلاثة وعشرين بسنده عن سعد بن طريف عن إمامنا الباقري صلوات الله عليه أخبث المكاسب كسب الربا كلمة قصيرة تكشف لنا قذارة الربا وقذارة الالتواء على هذه المحرمات أخبث المكاسب المكر الذي يفعل لأجل تحليل الربا هو أخبث المكر مثلما الربا أخبثه المكاسب فإن المكر الذي يمارسه التجار بإجازة من مراجع حوزة الطوس هو أخبث المكر الإمام الباقر هكذا يقول أخبث المكاسب كسب الربا وأخبث المكر هو الذي يعلمه آيات الله العظمى في حوزة النجف وكربلاء لتجار الشيعة لتحويل الربا من محرم عند إمام زماننا إلى محلل في دينهم القذر في دين هؤلاء المراجع في دينهم القذر إمامنا الباقر يقول أخبث المكاسب كسب الربا وأقرأ عليكم أيضا من أحاديث الباب نفسه صفحة 426 إنه الحديث الثاني عشر عن إمامنا الصادق عن آبائه عن النبي الأعظم في وصيته لعلي التي هي وصية لنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يا علي يا علي الربا سبعون جزء فأيسرها أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام يسني بأمه في بيت الله الحرام يا علي درهم ربا أعظم عند الله من سبعين من سبعين زنية كلها بذات محرم بأمه بأخته كلها بذات محرم في بيت الله الحرام أعيد قراءة الرواية عليكم عن نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله يا علي يا علي الربا سبعون جزء فأيسرها 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 مثل أن ينكح الرجل أمه في بيت الله الحرام يا علي يا علي درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم في بيت الله الحرام صفحة أربعمية وسبعة وعشرين عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أيضا ومن أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل وإن اكتسب منه مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قيراة قيراة واحد أيهة لعنة هذه وهؤلاء مراجع السوء يضحكون على تجار الشيعة لأنهم ينتفعون من أخماسهم بعد ذلك هؤلاء المراجع السفلة المنحطون يشاركونهم في أموال الربا هذه بطريقة وأخرى ومن أكل الربا ملأ الله بطنه من نار جهنم بقدر ما أكل وإن اكتسب منه مالا شغل أموال الربا هذه في السوق وإن اكتسب منه مالا لم يقبل الله منه شيئا من عمله ولم يزل في لعنة الله والملائكة ما كان عنده منه قيراة واحد والقيراة جزء يسير من المال الربا سبعون بابا أهونها عند الله كالذي ينكح أمة عن إمامنا الصادق يحدثنا جميل بن دراج درهم ربا درهم ربا أعظم عند الله من سبعين زنيتا كلها بذات محرم في بيت الله الحرام أعتقد أن الأحاديث واضحة ولا تحتاج إلى شرح طويل كلماتهم كلماتهم بينة صريحة وهذا قرآنهم في الآية الثامنة والسبعين بعد المئتين بعد البسملة من سورة البقرة والتي بعدها يَا أَيُّهَا أَيُّهَا الأعظم الخطاب الخطاب يوجه للمرابين وليس للمقتردين إنما يوجه الخطاب للمقتردين في حاشية الموضوع الموضوع في أصله موجه للمرابي نفسه يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّه وَذَرُوا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله يا أيها المرابي إنك تحارب الله ورسوله صحيح أن الحرب خدعة لكن هذا يكون مع أعداء الله وأعداء رسوله وآل رسوله لا أن تكون الخدعة مع الله وصاحب الزمان أنتم المرابون في الأسواق في أسواق الذهب تقومون بهذا إنكم تعملون بهذه القاعدة الحرب خدعة لكن لكن لا تخادعون أعداء الله ولا أعداء رسوله وآل رسوله إنما تخادعون صاحب الزمان أنتم في حرب مع الله ومع صاحب الزمان القرآن هو الذي يقول ما أنا الذي أقول إنها الآية التاسعة والسبعون بعد المئتين بعد البسملة فإن لم تفعلوا إن لم تنتهوا عن الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله حرب وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون الخطر هنا فإن لم تفعلوا إن لم تعودوا عن الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله لن تنفعكم فتاوى المراجع أولاء السرسرية أولاء المراجع هتلية لن تنفعكم فتاوى المراجع ذلك لا آيات الله العظمى نواب صاحب الزمان مجموعة هتلية وسرسرية ذلك الآيات واضحة والروايات واضحة فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إياكم إياكم أن تعملوا بهذه القاعدة الحرب خدعة هذه قاعدة نعمل بها مع أعداء الله وأعداء رسوله وأهل رسوله لا أن نعمل بها مع الله وصاحب الزمان هؤلاء أصحاب العمائم الذين يرسمون لكم البرامج الشيطانية كي يغير عنوان الربا هذا تغيير مخادع ما تفعلونه على أرض الواقع هو الربا بعينه وبرنامج وبرنامج المكر هذا مصيبته أكبر من مصيبة الربا الذي يمكر مع صاحب الزمان يمكر مع الله هذا يعني أنه قد أمن مخر الله هكذا نقرأ في سورة النحل في الآية الخامسة والأربعين بعد البسملة وما بعدها أفأمن الذين مكر السيئات هذا مصداق لهذه الآية ما جاء في السؤال مصداق لهذه الآية أفأمن الذين مكر السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم العذاب العذاب ليس بالضرورة أن تنزل صاعقة على الشخص وإنما العذاب العظيم أن يمحق دينه أن يتحول حبه لعلي وآل علي من حب مستقر إلى حب مستودع فأكل الحرام سيمحق هذا الحب وعند لحظة الموت سيغادره حب علي وآل علي لأنه كان وديعة وقد يغادره بعد موته السفر طويل من بعد الموت إلى عرصات يوم القيامة مثل ما يقول أمير المؤمنين وهو يوجهنا إلى هذه الحقيقة آه من طول السفار آه من طول السفار وقلة الزاد وبعد الطريق أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم ومن سورة النحل إلى سورة فاطر وإلى الآية العاشرة بعد البسملة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور النهاية الفشل النهاية الفشل إمامنا الكاظم يقول ما الدنيا إلا صبر ساعة وحق الكاظم ما الدنيا إلا صبر ساعة من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه هنا الطهارة وهنا النقاء في فقه العترة الطاهرة وهناك القذارة في فقه مراجع حوزة الطوسي في هذا الاحتيال والمكر القذر والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور أعتقد أن الجواب صار واضحا وصار واضحا جدا لكنني أذكر سائلة من أن الإثم إثمان إثم الربا وإثم الأمن من مكر الله قطعا إنني أتحدث عن المكلف في حال الاختيار أما أن يكون المكلف في حال الاضطرار فإنني لا أستطيع أن أحدد له درجة اضطراره ومدى حاجته لأن يفعل هذا الأمر هذه قضية راجعة إليه هو الذي يعرف الضرورة بالنسبة إليه خصوصا إذا كان الأمر في أجواء التجارة وعمل السوق أتحدث عن المقترض وليس المقرض المقرض ليس هناك من ضرورة بالنسبة إليه إنما أتحدث عن المقترض المقترض قد يكون في ظروف أنا لا أعلمها لا أستطيع تشخيصها بدقة مسائل تحديد الاضطرار تختلف من شخص إلى شخص قد تكون المسألة بالنسبة لي ليست ضرورية لكنها قد تكون بالنسبة لك ضرورية وقد يكون العكس الظروف التي أعيشها تختلف عن ظروفك إذا كان الأمر ضروريا بالنسبة لك أو بالنسبة لآخرين ترتبط حياتهم بظروفك وشؤونك فهذا أمر أنت تحدده إنني أتحدث عن المقترض أما المقرض فليس له بأي حال من الأحوال من ضرورة تدفعه أن يفعل ذلك المقترض قد يكون مضطرا إلى ذلك لكنني بينت الحكمة بشكل واضح وبشكل صريح ومن أن العمل هذا يشتمل على إثمين هناك إثم الربا الذي هو موجود على أرض الواقع وإن حاول هذا المرابي أن يغيره بعنوان الإجارة هذا تغيير مزيف فإن المعنون لا زال قائما على أرض الواقع ومثل ما بينت لكم فإن الأحكام تدور مدار العناوين لكن العناوين إذا ما تغيرت لا بد أن تكون المعنوانات قد تغيرت حقيقة على أرض الواقع وهذا ما لم يحصل بحسب المذكور في السؤال الذي تلوته في بداية الحلقة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر